دخلت القوات الأمنية العراقية اسبوعه الرابع منذ بدء العملية العسكرية الواسعة النطاق لاستعادة مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية الذي فرض سيطرته التام عليها قبل أكثر من سنتين وعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن قطعاته حررت 25% من مركز المدينة وتمكنت من تطهير مناطق حي الخضراء وحي الرسالة وجبيل وسدة الفلوجة والشقق السكنية ونظم تقسيم الفلوجة والشهداء الثانية وشارع ستين والواقع جميعها في الجزء الجنوبي من المدينة مضيفا أن قوات الشرطة الاتحادية قتلت 194 مسلحا و38 قناصا ودمرت 47 هدفا معاديا وفجرت 270 عبوة ناسفة كما أعلن جودة أمس الخميس عن تحرير القوات الأمنية منطقة جبيل جنوبي الفلوجة والتوجه نحو منطقة حينزال وسط المدينة لافتا أن هناك انهيارا كبيرا وسريعا في خطوط مقاومة مسلحي تنظيم الدولة في الفلوجة مضيفا أن العمليات الناجحة لإجلاء الأهالي خارج المدينة ساهمت في انهيار عناصر التنظيم وفي سياق آخر أعلن متحدث باسم التحالف الدولي كريستوفر هارفر أن التحالف الدولي نفذ أربعمائة غارة جوية خلال السابع الأربع الماضية في العراق بضمها أربع وثمانون غارة في الفلوجة